بالأول هل أنتوا بتقبلوا أنه يرجع جبران بيسير وزيرتا أهل أنتوا بتقبلوا يرجع يعني سجلتوا عندك هو حدد بموضوع هل تقبلوا بتثبيت الوزرات بمنطق طائفي يعني هذا شوابه بديهة لما نكون احنا عم نطلق منحاول نطلق الإصلاحات السياسية اللي حكينا عنها واللي هي من ضمن رغاءة طائفية السياسية طبعا نحن بتكونوا مرافضين هذا الأمر وهذا الشي بديه يعني بالتحصيل حاصل أنه هذا يكون جوابه بالرفض يعني فمن هالمنطلق نحن ننتقل من حالة إذا بدك طائفية ونحاول نحددها ونحجمها بحسب خرطة طريق نسمت باتفاق الطائف لا نوصل للدولة المدنية اللي نحن عم نحكي عنها لأنه نحن بهمنا بالأخير معايير كفاءة وانتظام العمل المؤسسات مثل ما الدستور نص عليها اليوم يعني مع الأسف القوة ومنهم القوات كانوا مشاركين بهذه الحكومات التوافقية بكتير مالرات وكان في مشاركة بالتسوير الرئاسية وقبل منا بطاولات الحوار اللي عطرت مجلس النواب أو اختزلت مجلس النواب يعني فيه ممارسة كمان هنا بتنقد الشي اللي كان عمين حكا نحن بالنسبة لقلنا موقفنا كتير واضح لا حنساهم ولا بلحظة على المؤسسات الدستورية ولا حنساهم ولا بلحظة على أي تفصيل خاصة بانتظام العمل الديمقراطي بالمؤسسات ومنها مجلس النواب مثل مثلا موضوع انتخاب اللجان أو مثلا انتخابات هيئة المكتب اللي لما بدلش ينطرح صار فيه إرباك لأنه مش معاودين يعملوا انتخابات أساسا وصار واضح النقاش حتى ضمن قوى السلطة أنه كيف بدها تتعامل مع هذا الموضوع وهل في حصص طائفية وما في حصص طائفية وساد الهرج والمرج يعني إذا بتتذكروا هذا بس لأنه كان فيه قوى اليوم تغييرية أو نواب تغييرين بمجلس النواب عم تتحكي أنه بدها تعمل انتخابات بس هل أدى يعني هل أدى هل تفصيل شو عمل يعني نعم تتقاطعوا مع اللي قالوا هلأ شرال جبور حول مواصفات رئيس الحكومة المقبل نحنا منتقاطع أو نقول نحنا اللي بدنا المعايير بالدرجة الأولى نحنا اللي عم نقول ما منرشح الأسماء قبل البرنامج ومواصفات بمعنى أنه الشخص اللي بدوا يستلم هذه المهمة وتحديدا اليوم ونحنا من منطلق كتغييريين بدنا نشوف مسار تغييري بهذا الشخص هل هو فعلا تاريخه وكلامه بيثبت أنه هو تغييري؟ وهل هو البرنامج اللي عم يطرحه وشكل الحكومة اللي متوقع يشكله نعم بيكون بهذا الإطار إذا بهذا الإطار ومتقاطعا مش بس مع القوات مع حقيقة لحظة نحنا ما في مشكلة يعني بالنهاية نحنا ما جايين إنه بس بدنا نطرح ناس لنطرحهم إذا فيه بالإطار الديمقراطي يدقوا ثقة ويدقوا قبول من باقي القوة فليكن نحنا هيدا نهجنا عم ندور اليوم على شكل أو على بروفايل رئيس وزراء يكون يحمل هذه المواصفات وخصوصا أنه المهمة هي ستكون قصيرة إذا ما اعتبرنا أن القوة سلطة ستعطل يعني هذا كمان لازم يكونوا منتبهين لألو اللبنانيين أنه فيه احتمال تعطيل هذا الاستحقاق حتى نوصل لانتخابات رئاسة جمهورية نعم يعني ما عندكم لهلأ أسم مرشح لرئاسة الحكومة تكليف؟ ما عندكم؟ فيه نقاش بعد ما وصلنا لنتيجة بس المنطلق هو أنه ينطرح شخص مع رؤية سياسية نحن نكون محددين لهذه المرحلة تحديدا ونتمنى أنه يكون في شكل معين للحكومة كمان هنكون عم نطرحه بمعنى أنه عدد الوزراء شو ستكون مهامهم تكنوكرات مستقلين هذا الفريق اللي بده يكون عم يشتغل مع رئيس الحكومة قال شيء كثير ملفت عن سيد ملحم خلف أنه لو نقيتم ملحم خلف لو اخترتم النقب ملحم خلف لكنتم حصلتم على تأييد أكبر لأله هو ترشيح يعني زميلنا ملحم خلف كان مطروح إلى شك وبالإعلام وإلى ما هنالك ويعني وصلنا لمرحلة أخدنا خيار باتجاه مختلف بكل بساطة يعني مع الأسف إنه يمكن لو كان ما فينا نتنبأ كيف كانت صارت الأمور ما حدا بيعرف كيف كان يغيرت شو صار مع كان بسانس كاف شو كان وان كان راح بأي أتجاه بالنهاية كمان بسانس كاف في عنده علاقاته والسياسية بس كان عندكم فرصة أنكم أنتم تطرحوا اسم مختلف عن حدا كان باللحاء صحيح 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 هذا كان موضع وكان القوات موافقين معكم ممكن ما هلأ سمعت منه ما بعرف شو كانوا موافقين بغض النظر يعني قصد كان فيه لا لا ممكن يكون هيدا وجهة نظر وممكن يكون فيه قوة تاني شايف الأمور محل تاني مش هون المشكلة نحنا كنا مفضل أكيد نرشح النائب من حيب خلاف بس التوجه صار نحنا كتكتل بالأغلبية إنه نروح بإتجاه التصويت الورع البيضاء طيب أستاذ إبراهيم أنا بدي هلأ يعني ناقش ناقشك بمسألة الإصطفافات قبل يمكن بالحلقة قبل الحلقة بتقلينا نحنا خارج الإصطفافات لأنه ما بدنا حدا بس بدأ وكأنه من بداية تكون أنه يا أما الناس عم بتحطكم بإصطفافات يا أما بعض الخطوات اللي قمتم بها قدت أنه تنحطوا بإصطفافات تمانية واربعة عشر أنه ثورته أنتو نيو أربعة عشر أدار مع عدد من القوى اللي بتحمل بالمسألة السيادية مثل ما بسموها تحديدا عن حزب الله أنه أنتو فريق أربعة عشر أدار الجديد من بعدنا فشل أربعة عشر أدار القديم وفريق ثماني أدار هيدا الإصطفاف اللي اليوم وضعتم به من بعد الجالسة في بعض الجهات أبهم تصور هذا الموضوع بهالشكل بس نحنا واضحين جدا لأنه نحنا عنا خلاف مع هذه القوى التقليدية اللي بتحمل عنوان السيادة اللي بتحمل عنوان السيادة طبعا لأنه هي هذا العنوان حصرا هو إذا بدك عنوان السياسي اليوم نحنا عم نقول عنوان السياسي أوسع من هيك بكتير وعلى أرجح نتقاطع بكتير نختلف بمحلات كتير مثل ما عم نحكينا بالصندوق السيادة واللي هو بالنسبة لأنه اليوم أساسي جدا طبعا لأنه هذا استحقاق مش بس عم نحكي على موضوع هذا أساس الحل الاقتصادي تمام هذا لأولاد أولادنا حيكون طبيعاته فعم نحكي على 30-40 سنة لقدام فمن التفصيل مثل ما كان عم يحكي سيد شارل أنه نختلف ببعض التفاصيل لا مش مش تفصيل نحنا بالنسبة لأنه موضوع السياسي الاقتصادية والرؤية الاقتصادية ككل اللي أنتجت هذه المشاكل اللي نحنا عايشين فيها بهذه البلد هو أساسي وأساسي كتير إذا نحنا رايحين اليوم بموضوع بمقاربة اقتصادية بترجع تأسس لمشاكل تاني شو بينفعني بعدين عنوان العنوان التانية فما فينا نحنا إذا بدك نخفف من موطقة هذه العنوان أو إذا بدك الملفات التانية اللي نحنا عم نقاربها نحنا ما عم نحاول نعنوين حالنا بعنوان إذا بدك حصري نحنا متنوعين إذا بدك بيء مقاربة لكافة الملفات وهذه هي اللي بتشكل هوية السياسية تبعنا مكتملة ما حدا يجي يحاول يحطنا باستفاف تحت عنوان واحد بس في عنا مشكلة حزب الله اليوم عنا مقاربة نتمايز بها نحنا نقرأ نعترف ومتأكدين أن هذا مشكلة اليوم حزب الله جزء من هذه المنظومة لا يتجزأ وهو رافعتها هذا واضح إنما نحنا كيف نقارب الموضوع نحنا نتميز عن باقي هذه القوة كمان بهذا الشأن وحكيت قبل شوي عن هذا الموضوع كيف نقاربه فبالتالي محاولة إذا بدك صبغنا بعنوان واحد هذا بهم بعض القوى اللي هي عم بتحاول دايما نتسوي إنه فيه كتلة بمواجهة حزب الله كبرة صار حجمة نصف مجلس النواب مثلا وبالتالي يعني كمحور إقليمي صار في عنده حضور أكبر نحنا خارج هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر